سلام بنات كنتمنى احوالكم الصحة تكونوا على خير اليوم جيتكم فيديو جديد الفيديو دي اليوم سنحضر معكم بريوش سائل بدون عجن او دلك اللي كيجي رائع وسهل في التحضير وكذلك مكونات اقتصادية كما العادة كنتمنى تضغطوا ونزيل الشراك بلايك ديالكم بالنسبة المكونات سنحتاجوا حبة بيت رشة ملح عندي كذلك ملعقة كبيرة دي الخميرة العجن حبيبات عندي كاس ونصف ديال العبار العنباء ديال الحليب دافئ عندي كذلك جوج مع القبار ديالجوز الهند او الكوك عندي كذلك واحد ساشي ديال فاني واحد ساشي ديال خميرة الحلوية تفئة 8 غرام كاس الا ربع ديال السكر سنداء او السكر الخاشين كاس الا ربع ديال زيت نباتية ثم دقيق اول حاجة كنجيب الاناء اللي غنحضر فيه البريوش كنوضع فيه حبة بيض مع رشة ملح كنضربهم جيدا كنضيف كذلك كاس الى ربع ديال زيت نباتية كذلك كاس الى ربع ديال السكر سنداء او السكر الخاشين كنضربهم جيدا كما كتشوفوا ان هاد البريوش مع الساعة مش فيه الزبدة نهائيا ورغم ذلك غايجيه شيش ورطب كنضيف كذلك ساشي ديال فاني كنضرب الكل ثم كنضيف كذلك ساشي ديال خميرة الحلوية تفئة 8 غرام الدور ديال خميرة هنا ديال الحلوية كتخلي البريوش كيجيناه شيش ورطب كنضرب الكل جيدا حتى تتمازج العناصر مع بعضياتها ثم كنضيف هذا الاثناء كاس ونصف ديال الحليب دافئ بالنسبة لي انا استعملت الحليب دافئ باش بتضغيات دوبليا ديال العجن كنضربها كذلك مع العناصر حتى تدوبليا مزيان ثم كنضيف الدقيق تدريجيا هنا غنضيف نصف الكمية الاولى بالنسبة الكمية الكاملة ديال الدقيق اللي استعملت انا هنا 370 غرام وجوج معلق ديال الكوك او جوز الهند في حالة ما استعملت الكوك ستستعملو 400 غرام ديال الدقيق ولكن يبقى دائما دقيق حسب الجودة حسب النوعية من بعد ما دخلت نصف الكمية الاولى ديال الدقيق كما كتشوفو كنضيف كذلك جوج معلق كبار ديال جوز الهند بالنسبة لي انا استعملت جوز الهند ركي اعطل هاد البريوش واحد مدق رائع وهائل غير جربوه وغتشوفو النتيجة ديالو من بعد ما كندخل جوز الهند كذلك كنضيف ما تبقى ديال الدقيق النسب كيمية الاخرى كندخلها كذلك مع العناصر بالضرب اليدوي انا مستعملش ليد ديالي هنا نهائيا كما كتشوفو كنخدم الكل جيدا هنا القوام ديال الخليط رتقال كما كتشوفو كنحاول نخدمو مزيان حتى كنحصل على قوام بهاد الشكل كما كتشوفو اللي كيكون عاجيل اللي كيكون رخو ما صرعتش لكم الفيديو هنا بشوفو اكتر القوام ديال العاجين ثم في هاد الاثناء كنجيب بلاستيك الغذائي وكنغطي عليه وكنخليه يختامر مدة عشرين دقيقة ضروري من هاد العملية باش ينجح معكم هاد البريوش من بعد ما فاتت عشرين دقيقة كما كتشوفو كنزول عليه بلاستيك الغذائي كما كتشوفو القوام ديال الخاليط ضعف الحجم دياله هنا كنجيب واحد ملعقة ثم كنحاول نعجنه من جديد باش يخرج من ندك الهواء اللي تكون وسط منه ثم كنجيب واحد المول اللي دهنته بالزبدة ورشيته بالدقيق ثم كنوضع فيه الخاليط ديال البريوش كما كتشوفو القوام هنا اكتر عن قرب كيكون بهاد الشكل ثم كنجيب هنا في هاد المرحلة كما كتعرفو ان العاجيل نرخو كيتلسق ضروري ما كنجيب شوية زيت وكندهن باليد ديالي ثم كنجيب نقرسو او ممكن كذلك تجيبو غير الماء كمده انقاد العجين ديالي في نفس الوقت كنقادت الجوانب بهذه الطريقة كما كتشوفو باش يجينا العجين ديال البريوش مقاد من بعد ما كملتو كما كتشوفو في هاد الاثناء كنجيب سافر بيضاء اللي وضعت معها قليل من الخل وكذلك قليل من الحليب سائل كما كتشوفو ثم كنبدهن البريوش من فوق حتى كنكمله كامل من بعد ما كنكمله بالدهن بالبيض كنخليه هنايا واحد مدة 10 دقائق للمرة الثانية كيختامر او ممكن إلا كان الحال بارد 15 دقيقة انا بالنسبة لي خليته 10 دقائق ثم في هاد الاثناء من بعد ما اختامر للمرة الثانية غنزل نزينه وهو قبل ما ندخله الفرن بالنسبة للزين غنزينه باللوز ايفيلي وكذلك الشوكولات حبيبات وكذلك كمية من جوز الهند وبالنسبة للزين كيبقى لكم اختيار كنوضع كمية الاولى ديال الوز ايفيلي كيما كتشوفوه كنوضع كدلك جوز الهند هاد جوز الهند او الكوكب من بعد ما كيتحمره كيجي واحد مضاق هائل ورائع ثم كنضي كدلك شوكولات حبيبات بالنسبة للزينة دائما كيبقى حسب الموجود اللي عندكم في البيت وكيبقى لكم اختيار ممكن كدلك تزينه غير بين الجنجلان ركافي من بعد ما زينته فهاد الاثناء كندخله الفرن اللي شعله مسبقا على درجة حرارة ميتين حتى كيتحمر لي البريوش من اسفل وينتافخ عاد كنشعل عليه فوق باش يتحمر من بعد ما طاب البريوش وخرجتم الفرن هذا هو شكله ورابقي ساخن كما خرجته كما كتشوفو الحجم دياله الضعف فهاد الاثناء كنوضعوه في صحن تقديم وهو باقي سخون باقي ما برتش جيدا كذلك كما كتشوفو الحجم دياله كيجي طالع كيجي هائل كذلك بدك تزين اللي وضعت فيه كذلك يعطيه واحد شكل رائع كيجي رتب هش هنا غندوز المرحلة اللي كتبقى اختيارية كندهنو من فوقه بقليل من مربى المشماش او كونفيتير او كذلك ممكن تدهنوه كذلك بقليل من نباج اللي كتخفوه بقليل من الماء كيبقى لكم اختيار كما كتشوفو هذا والشكل النهائي ديال بريوش من بعد ما دهنتو بالمربى كما كتشوفو الشكل دياله را كيجي رائع بتزيل اللي وضعتليه كذلك المدق دياله را كيجي اكثر من رائع بدك جوز الهند اللي وضعت فيه او الكوك هنا غنقطع معكم قطعة بشوفو اكثر القوام دياله من الداخل را كيجي هاد البريوش هائل كنتمنى تجربوه وكذلك سريع في تحضير مكونات اقتصادية ممكن نحضروه في وقت وجيز لوليداتنا وكذلك ممكن الضيوف كما كتشوفو الشكل دياله را كيجي هائل هنا غنوريكم القطعة عن قرب من بعد ما قطعتها كيما كتشوفو الشكل دياله كتجي رطب كيجي هشيش قطني كذلك كيجي ذاك العاجل من الداخل المفرز كيما كتشوفو كيجي فعلا هاد البريوش هائل كذلك كان قسم القطعة كيما كتشوفو كيجي قطني هش رطب رائع رائع فعلا هاد البريوش كيستحق تجريبة وكذلك بسيط ومكونات اقتصادية وسريع التحضير كنتمنى الوصفة اللي شاركت معكم اليوم تجربوها وتردو عليها في تعليقات ديالكم وشكرا مع السلامة الى فيديو اخر اتمنى الى اشتركوا في القناة